في الحقيقة دايما بيكون في مبادرة من برنامج صباح الخير مصر بتسليط الضوء على الموهوبين وإحنا كنا بنتكلم لسه على جائزة الدولة للمبدأ الصغير لإحنا كمان بنسلط الضوء على الموهوبين رياضيا وفي الحقيقة ده يعني حاجة خدناها على عطقنا منذ انطلاق البرنامج في بطلة اسمها جودي خالد البطلة دي هي ابنة محافظة الوادي الجديد اللي قدرت أن هي تحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في لعبة الكونغفو سن 8 سنوات من كم شهر حصلت جودي على الميدالية الذهبية في البطولة اللي نظامها الاتحاد المصري وبكده تبقى حصلت على ميدلياتين ذهب في سنة واحدة يا جودي معنا دلوقتي عبر زوم بنرحب بيك يا جودي صباح الخير صباح الخير في صغيرة خالص يا جودي صباح الخير صباح الخير لا أنا كده ببسطة أكتر جودي لما شفتك يعني عاوز عرف أنت ليه اخترت لعبة الكونغفو معناها لعبة فيها يعني قوة بدنية شوية وانت شكلك صغيرة خالص يعني لا أصدقاله وقلت له أنا عايزة مره وراني اللعب فانا اخترت الاتنينة شوان هم اللعبون بتلعبها وانت عندك كم سنة بقى من هنا أنا عند رواية تمام ما شاء الله الله مبروك يا جودي أول حاجة لا يبارك فيه حكي لنا كده يا جودي بتتمرني ازاي يعني يومك بيبقى عامل ازاي ما بين المدرسة والتمرين أنا بضحى الصبح بروع تريري بعد كده أقشي حمامات قد أطني بعد كده أرمس لابسي وأروح لمدرسة أرجع أزاكر بعد كده وأروح أتمرني بتاكلي كويس بقى يا جودي عشان تبقي قد اللعبة اللي محتاجة قوة بدنية دي برافو جودي إيه اللي حبيبك في رياضة الكونجو فو؟ عرفتها منين؟ يعني أنا شايف ما شاء الله فيه شخصية كده ومسكة الموبايل ويعني رغم سنك بس بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ربنا يحفظك يعني بديها شخصية وسنة أكبر يعني فعرفيني عرفت اللعبة دي منين؟ أنا كنت عايزة فبابا وراني اللعب فأنا اخترت الاثنين يعني أنت الأول اتفرجت على أكتر من اللعبة واخترت أنت اللعبة دي حسيت اللي أنت حباها نفسك بقى تعملي إيه يا جودي في اللعبة الكونجفو؟ نفسك توصلي لإيه؟ يعني اللي هتوصلي له وتقولي الله أنا عملت حاجة جمدة قوي حاجة كبيرة عايزة أقصر لبطولة العالم عايزة توصلي لإيه؟ لبطولة العالم لبطولة العالم بطولة العالم بسم الله بسم الله طيب احكي لي بقى رياضة الكونجفو إيه اللي بيميزها؟ إيه اللي بتلعبيها إزاي؟ بلعب بمستقين مع شمال ومستقين معينين وبمسك ورق وكم ساعة بقى بتتمرني كل يوم؟ أم لا بتتمرني كل قديه؟ تتمرني كل يوم كل يوم؟ أدي إيه تقريبا يا جودي؟ الوقت اللي بتتمرني يوم ساعة ونصف أم ساعة جودي أنت جميلة وشطرة جدا ويعني إحنا مبسوطين بك جدا جدا وعايزين إن شاء الله المرة الجاية نبقى بنستضيفك وإن شاء الله تكوني في بطولة العالم اللي أنت عايزة توصلي لها تقدري وأكتر كمان مبسوطين بك وبرحييك وشكرا أن أنت معانا جودي خالد ابنة محافظة الوادي الجديد يعني بنتمنى لها طبعا كل التوفيق يا بس أنت دهي